الأكريلامايد تتكون في الأكل إيه ضررها يا عبد تعمل إيه الأكريلامايد لما تتكون الأكريلامايد من خصائصها أنها عندما تدخل الجسم تتحد مع الهموغلبين الموجود في الدم وفي الحالة دي تقدر توصل لكل جزء موجود في جسمنا كل خلية موجودة في جسمنا يوصل لها الأكريلامايد أنا بكلهاش كل يوم بشكل كبير قوي، أنا باخد كميات بسيطة، يوميا في كميات بسيطة، يوميا في كميات بسيطة لحد ما يبدأ معدلها ونسبتها تزيد في الجسم يبدأ يتم تخزينها في الكبد وفي الكلة وبعدين تبدأ الخناء بقى علشان تضر في الجسم تعمل إيه؟ كل واحد مننا من وإحنا أصفال صغيرة إحنا جسمنا فيه مليارات الخلايا وفيه انقسامات بتحصل للخلايا وتكاصروا للخلايا بشكل مستمر المعدل التكاصر هو الانقسام بتاع الخلايا بقى في الأطفال أعلى من الكبار لذلك عند كل ما بنزداد في السن بيقل المعدل ده طيب، المعدل ده شوية الخلايا دول هينقسموا بريت معين وبيوصلوا لمرحلة معينة فيه شوية خلايا كبروا في السن خلاص الخلايا دي بتموت ويجي خلايا دي ده تحل محلها تمام، هو مين اللي بيدير السيستم ده؟ إيه الحاجة المسؤولة عن النظام ده اللي محدود ده؟ ربنا سبحانه وتعالى خلنا الجينات هي المسؤولة عن الموضوع ده طيب، الأكرلامايد هتعمل إيه؟ الأكرلامايد بتخلي الجينات تفقد قدرتها على التحكم في الضوابط اللي بيتمشي عليها الخلايا في انقسمتها بمعنى بتخلي الخلايا دي ملهاش كبير، ماشية بمزاجها، تعمل كل اللي هي عايزة، عايزة تنقسم بمزاجها، تروح هنا، تروح هنا، تروح هنا، خلاص، فقد السيطرة عليها، ويمكن ده ببساطة، ممكن يبقى السبب ان دي بداية السرطان، هو إحنا جسمنا جسمنا يوميا في مئات الملايين من الخلايا السرطانية نتيجة العمليات الحيوية اللي بيتمت في جسمنا بتتكون. الجهاز المناعي بدوره هو اللي بيفضي على كل الخلايا السرطانية دي كلها، لو في خلية واحدة بس فلتت دي بتكون البداية لحدوث السرطان. يبقى إذن الأكرلامايد دي بتؤدي الى حدوث تفارات جيناية، طيب تعمل ايه تاني؟ ليه هدرر تاني؟ اه، عملوا بعض التجارب على الفران، ما عملوهاش على البني أدمير، لكن ببعض الحسابات العلمية والمعملية، بيتعرف الحاجة دي اللي ضررها على الفران يبقى ضررها على البني أدمير ايه؟ ايه اللي حصل للفران؟ لما حطوهم الأكرلامايد في مية الشرب اللي بيشربوها بكميات زيادة. جزء من الفران جاله أورام حميدة، والجزء التاني جاله أورام خبيسة، ودي كانت صدمة، يعني كلهم مشتركين في ان هم بيجيبوا أورام. طيب، مايشو؟ ايه تاني؟ ليها ضرر تاني؟ اه، بتؤثر على القدرة الإنجابية للرجل، تأثر على حيارات المنوية بتاعته من حيث العدد والحركة بتاعته. طيب، في حاجة مهمة قوي لازم نبقى عارفينها عن الأكرلامايد. الأكرلامايد مفاولها تراكمي. يعني احنا بنقول هي موجودة في بعض أنواع الأكلات النشاوية زي البطاطس لما قلنا مثال مثلا. طيب معنى كده، إن أنا لما أكلها بعدها يجيلي كنسر على طول؟ لا، مفاولها تراكمي. كمية صغيرة كل يوم، على المدى البعيد يجيلك كنسر. دي ببساطة خالص. خلينا نبقى متفقين إن إحنا مش الهدف النهاردة إن إحنا نوصل إن نقول إحنا مش هناكل أي حاجة فيها أكرلامايد. على أرض الواقع مش هينفع نحقق ده. ليه؟ لأنها موجودة في أكلات كتير جدا. لكن في بعض الأكلات هي مرتفعة فيها بنسب عالية عن غيرها.